حدثنا يزيد بن هارون أنباءنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت الزكاة فلم ننهى عنها ولم نؤمر بها ونحن نفعله وسألته عن صوم عشوراء فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل رمضان ثم نزل رمضان فلم نؤمر به ولم ننهى عنه ونحن نفعله حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن قيس بن سعدي بن عبادة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شدد سلطانه بمعصية الله أوهن الله كيده يوم القيامة حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة عن أبن أبي الليل أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كان قاعدين بالقدسية فمروا بجنازة فقام فقيل إنما هو من أهل الأرض فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا؟ حسنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها حسنا وكيع حدثنا أبن أبي الليل عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيلا عن قيس بن سعد قال أتنا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسلا ثم أتينه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكانه ثم أتينه بحمار ليركب فقال صاحب الحمار أحق بصدر حماره فقلنا يا رسول الله فالحمار لك ترجمة نانسي قنقر